اشتركوا في القناة ورد في حديث الإمام المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وهذا النفع للخلقي درجات الدرجة الأولى الإحسان المطلق حيث تجود بالنفع في كل الحالات إن عاملك الخلق بالخير رددت عليهم بالخير إن عاملوك بالشر رددت عليهم بالخير إن قاطعوك وهجروك أيضا رددت عليهم بالخير هذا هو الإحسان العام أو النفع المطلق الحالة التانية تتعلق بالتعامل حسب المستويات وقد ورد الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه الواب الصيب من الكلم الطيب كلاما طيبا جميلا في هذا الشأن أقسمه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يمكن وضعه تحت عنوان بذل الندى بذل الندى بمعنى نفع الناس بتقديم الخير لهم وقضاء حاجاتهم وكشف كربهم وقد أطال الإمام النفس في هذا المجال فقال فمن عفى عفى عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سطرهم سطره ومن صفح عنهم صفح عنه وهكذا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته الحالة التانية يمكن أن نضعها تحت عنوان كف الأذى وهو من الحقوق المطلوبة كما ورد في حديث حق الطريق المعروف لديكم وفيه أورد ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بالإحسان إلى الناس بشكل آخر حيث يعامل كما تعاملهم من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه ومن أساء إلى الناس أساء الله إليه قال ابن القيم رحمه الله ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه وهكذا فكما تعامل الناس يعاملك رب العزة جل وعلا والقسم الثالث والأخير من كلام ابن القيم رحمه الله أجمل القضية في إطار عام فقال ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند فمعناه لا يناقض الشريعة الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم أنفعهم لعياله وخلاصة لكلام معشار السادة والسيدات أنه إذا أردنا أن يعاملنا الله تعالى بالخير والفضل والإحسان فلنعامل خلقه بما يرضي الله وهو أن نحسن إليهم ونكشف كربتهم ونسعى في قضاء حوائجهم ونبدل لهم ما نستطيع من النفع والخير كما ذكرنا عن طريق بذل الندى وكف لذا والسعي في مصالحهم وذلك كله مأجور عند الله سبحانه وتعالى حيث يعاملك رب العزة جل وعلا على قدر اهتمامك بخلقه والإحسان إليهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينفع عباده كما نسأله جل وعلا أن يحسن إلينا وأن يكرمنا وأن يدوقنا برد العفو والمغفرة والرحمة والشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وبركاته وبرد عفوه على مولانا أمير المؤمنين اللهم رب الناس أهدي بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة